موسم كارثي لمحصول القطن هذا العام في الحسكة حيث أدت الظروف المناخية وانتشار الدودة الشوكية في أراضي مزارعي القطن إلى إتلاف ثمانين في المائة من المحصول وسط عجزهم عن إيجاد حلول لاستدراك ما يمكن استدراكه يوم نزرعنا القطن الدودة الشوكية طلعت مع القطن يعني أول ما طلع القطن طلعت الدودة الشوكية بلشنا نكافح بلشنا نشتغل بلشنا نرش دواء من هون من هون ما زبطت معنا هلأ آخر شيء اليوم القطن طلع الموسم تبع ومضروب بشكل عام يعني لا فائدة لا من ضمان لا من قطن لا من شيء لا من شيء لا خيار للمزارعين سوى انتظار الأمطار ثم تضمين أراضيهم لمربي المواشي حيث إن استخدامهم المبيدات الحشرية في الوقت الراهن قد يتسبب في تسمم المواشي من جانب آخر يحاول المهندسون الزراعيون عبر دراسات يعدونها معرفة السبب الحقيقية وضمان عدم تكرار الكارثة في الموسم القادم طبعا الأسباب كثيرة بس أكتر الأسباب أنا أرجح هي الأسباب المناخية هي اللعبة الدور كبير والسبب الثاني أو تقدر تقول السبب الثالث أو الرابع هو في عدم التعامل مع الديدان بشكل سليم وصحيح وجدي ونتمنى أنه في السنة القادمة ما تتكرر الحادثة لأنه عم نعمل هلا دراسات كثيرة وقلنا اتصالات مع الخارج كمان ومع الداخل لعدم تكرار هذه الزحيرة الخسارة الكبيرة التي لحقت بالمزارعين هذا العام تفرض على الجهات المعنية بالزراعة في الحسكة تحركا جديا لمساعدتهم وضمان عدم تكرار موسم يدعو إلى التشاؤم وخيبة الأمل ترجمة نانسي قنقر